اشتركوا في القناة ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 14 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثة ومعديها رح ينتقل لمنزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر موجود في برج العذراء وبما أنه في برج العذراء معناته رح نكتسب من صفات برج العذراء شوي فمنعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا في ممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك وردة أو شردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد أنفسنا أو ننتقد أنفسنا أو ننتقد غيرنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عدات سيئة مثل التدخين شرب الكحول مهدئات مسكنات بوسع نقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا مجموعة كبيرة اليوم من الزوايا الفلكية فبتكون تركزوا فيها مزبوط طبعا لما منحكي إحنا زاوية ما بين القمر وأي كوكب فهاي تأثيرها طول اليوم يعني بتبدأ من قبل الزاوية اللي إحنا منذكرها وبتستمر تقريبا طول اليوم خلي هيك عشان ما ندخلكوا بحسابات صعبة وثمان ساعات وست ساعات ومش عارف إيش فهيك إحنا مناخدها إجمالا إنها بتأخذ طول اليوم فبيكون أفضل الكواكب البطيئة اللي هي أي كواكب أخرى دائما هاي تأثيراتها بتستمر من أسبوع لغاية 14 يوم إلا اللي هي الكواكب اللي تقيل كثير اللي مثل زحل، نبتون، بلوتو، أورانوس هدول الكواكب يعني أي زوايا معهم تستمر لأشهر ممكن توقع ثلاث شهور، شهرين ممكن تضل في تقدم وتراجع وتستمر سنة كاملة حتى طيب خلينا احنا نركز في الزوايا طبعا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف الليل ابنوا لي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 54 دقيقة بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 29 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز من قوة الحدث عنها بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبي رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 31 و 33 دقيقة بعد الظهر بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتوب وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 55 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 27 و 23 دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن أنه يثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 27 و 23 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي لهو حتى يوم الأربعاء حتى ساعات الصباح يعني لغاية الساعة 23 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان هذا بيعني أنه الفترة فترة خلو المسار هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 29 يوم في تمام الساعة 23 دقيقة صباحا بصير يومين طبعا لأنه 29 عشان يكمل الشهر فبصير يومين نسبة الإضاءة بتصير 0% لأنه ولادة هلال أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة سعيدة بنسبة 60% القمر في العذراء حتى يوم ثمانية تسعة طبعا منتحس هو بنسبة 25% الآن ولكن كل ما اقتربنا لساعة المساء بتزيد النحوس حتى تصل لا تقريبا خمسين في المية عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم عشرة تسعة سعيدة بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة يتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد 12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل حاولوا أن كل يوم تنجزوا أعمالكم بالكامل ما تلتو ما تنشغلوا بأعمال مش مهمة أو مش ضرورية أو مش مفيدة وحاولوا أنكم ما تقصروا بأعمالكم يعني حاولوا اليوم لأن التركيز زي ما حكينا يوم أمس هو على العمل وعلى الصحة فاليوم التركيز رح يكون مضاعف ممكن تتراكم بعض الأعمال أو تشعروا ببعض الإرهاق أو التعب بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء حاولوا أنكم تنظموا جدول أو عملكم بشكل جيد وما تهملوا الواجبات بدكوا تديروا بالكم من التبذير وتعالجوا المسائل المالية ممكن تجدوا أو بعضكم يجد حلول لبعض الفواتير المتوجبة عليه أو أنه شيء يساعدوا بتوفير بعض الالتزامات برج الثورة طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة عاطفياً وفكرياً ومالياً وما بيتخلى الحظ عنكم حاولوا ترتيب أوضاعكم اللي تراجعت في الأيام السابقة شعرتوا ببعض الاضطراب أو بعض الضغط ولكن الآن الأجواء صارت أحسن وأحسن حاولوا أنكوا تصححوا الانطباعات عنكم حاولوا أنكوا تثبتوا للمشككين طاقاتكم وما تستسلموا للضغوط قبل التحقيق أو تحقيق الإنجازات المطلوبة منكم يعني بمعنى آخر بدكوا تجتهدوا اليوم وتحقيقوا كل إنجازاتكم وأي واحد بحاول أنه يشكك من قدراتكم لا تسمعوا كلامه برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم لأنه الاهتمام كله إلو علاقة بالبيت والعائلة والمسائل العائلية والبيتية والتصليحات والترميمات والمشتريات والواجبات الاجتماعية ممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شي إنكوا تهدئوا من روعكم وتحاولوا توقفوا التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شي إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام نهائيا وما تناقش بجفاء حاول إنه نقاشاتك تكون كلها بليونة ومدروسة وبدون أحكام وتسرع برج السرطان طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات اليوم عندكو نشاط عالي جدا هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جر وممكن اليوم يكون عندكو مقابلة أو امتحان الأجواء جيدة على كل الأصعدة بتكثر عندكم التنقلات والحركة والتواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء يعني أنه اليوم ما تكثر من المطالب لأنه بدك تتجنب اعتماد أسلوب فضل وممكن مش أي شخص اليوم يستقبل منك هذا الوضع بسبب الزوايا اللي ذكرناها وحاولوا أنكو تبتعدوا عن التحديات برج الأسد طبعا اليوم يعني بركز على الأمور المالية أكثر فاليوم بحمل فرصة لمكسب مالي بتيجي من عمل إضافي ولكن بتكونوا حذرين من النفقات حاولوا أنكو تمتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن اليوم تتناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنكم ما تتسرحوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل حاولوا أنكم ما تبذروا أموالكم وحاولوا تكونوا يعني عاقلين شوي ومتيقذين قبل التوقيع على أي عقد وحددوا أهدافكم يعني إيش اللي بتكويا بالضغط عشان تعرفوا تتحركوا في منكم ممكن اليوم يحصل على هدية أو على جائزة أو على مكافأة برج العذرة ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبيعمكم النشاط أهم إيش أنكم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تحسم أمرك وتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما في منكم رح يلفت نظر الآخرين بأفكار الخلاقة وسرعة بديهتو بتنتهي عندكم اليوم أي مفاوضات لمصلحتكم لأهم التركيز تعرف إيش بدك إياه وفي نفس اللحظة تتحرك باتجاه الهدف بشكل مباشر يعني ما تتقاعس برج الميزان طبعا هذا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه أكثر لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز أي شيء أي عمل أي أي أمر يعني بمعنى آخر بدكوا تنتبهوا على حالكم ممكن تعيشوا اليوم في نوع من أنواع الدوامي من الكآبة والإحباط هذه فترة تعتبر فترة مرهقة ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة وحاولوا أنكم تبحثوا عن الهدوء والسكينة طبعا السبب أن القمر موجود في بيت المتاعب لبكرة إن شاء الله في الصباح بنتقل لعندكم تتعوض كل الأجواء تقدروا ترتبوا أموركم بشكل أحسن برج العقرب طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعد الصديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يتطلب اليوم منكم خوط تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وبتتاح الفرصة لبعضكم لغربلت ومعرفة الصديق من العدو في هاي الفترة أهم إشي إنكم تظهروا انفتاح واهتمام على محيطكم الاجتماعي لأنه في مكاسب كثير بالحركة الاجتماعية أو بعلاقتكم أو علاقاتكم مع أصدقائكم برج القوس هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا اليوم بالدفع بمصالحهم ممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهم إشي إنك تكون عند حسن الظن اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة حاولوا إنك تتصرفوا بعدائية وبدكوا تحاضروا الحوادث طبعا القمر منتوا عارفين يعني في هاي المرحلة ما بكونش في بيت مناسب للكم وهذا البيت العاشر بيت السمعة عشان هيك ما في داعي لأي تسرع أو لأي قرارات خلال هذا اليوم برج الجديد طبعا اليوم النشاط عالي جدا من ساعات الصباح بتحسوا إنه في طاقة كبيرة أو من الآن تحديدا والاتصالات هي الهدف الأساسي اليوم عندكم في اليوم رح تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وخصوصا البعيدة ممكن تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تفرح لانفراج ملموس وترتفع فرص النجاح وتشتد عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف الأجواء جيدة فحاول تستثمرها بكل طاقتك لأنه ماضى اليوم وبعدين القمر بنتقل فاليوم هذا مميز بالنسبة لألك حاول أنك تستغله برج جدا له اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي ولكن ممكن أنه شوي تزيد عليكم المصاريف عشان هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل تمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع بتعلق بقرد أو بنك أو ميراث مثلا أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة وركز بكل بند برج الحوت طبعا القمر الآن مقابلكم تماما فعشان هيك إيجابيا وسلبيا بكون في هذا المكان إيجابيت أنه هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن ما بنصح الفترة هاي أو اليوم هاد لإتمام خطبة أو زواج أو توقيع في التجاري بتكت حادروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي إمكان لأنه سهل جدا استفزازك اليوم ممكن تواجه خصم يكون شارس شوي وممكن تشتد المنافسة بينكم أهم إشي أنكمات خلف القوانين عشان ما تصر أنت المدان فحاول هدوء حاول تمشي الأمور بشكل روتيني وأهم إشي أنك تنتبه لصحتك ما تحرص صحتك للخطر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء